ورغم تباين الاراء حول قرار اغلاق تطبيق تليجرام لكن وزارة الاتصالات بررت القرار لدواعي امنية تتعلق بسلامة الملفات الشخصية للمستخدمين لسيما بعد ان تحول التطبيق الى منصة للابتزاز وتسريب معلومات حساسة صباح حكيم التفاصيل لا زال حجب تطبيق التليجرام في العراق محط خلاف مع تباين الاراء بين مؤيد ومعارض او متخوف من احتماليات اتخاذ خطوات اخرى في المستقبل تقوض من الحريات وتعرض بعض المواقع والقنوات للمضايقة والغلق التطبيق الذي تحول للعمل بمعونة تطبيقات فك الحظر او ما يسمى الفي بي ان بررت وزارة الاتصالات غلقه بمخاوف تتعلق بالامن الوطني والرغبة في الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق بعد ظهور عدد من البوتات تحتوي بيانات شخصية للمواطنين وبعض الملفات الحساسة لدوائر حكومية انا اشوف يا حجب او غلق التليقرام بالعراق لانه هذا الشغلات كلش خطرة ممكن تؤدي لجرام اكبر حجب او غلق نهائي او فلترة من قبل وجهة التساءلات لهاي الامور لانه بوت دا تدفع لخمسة وخمسين الف تتاخذ معلومات اي شخص لازم يكون اكو فلترة كاملة لازم تكون اكو لجنة تقص الحقائق وتخلي فلترة كاملة لليهيش تطبيقات مثل ما موجود بالدول الحديثة بدون استخدام برامج الفي بي ان حتى ما يتعرض وما تأثر على الشارع بصورة سلبية شعبية التليقرام والاحساس بالامن الذي يوفره للمستخدمين جعل الكثيرين يعتمدون عليه في التواصل او نقل الملفات منها الفيديوية للحفاظ على الجودة فضلا عن اهميته الكبيرة في الجانب التعليمي الى ان هذا التطبيق منذ فترة طويلة وزعت قنوات فيه بيانات مسربة من خوادم الامن الوطني تحوي اسماء عناصر داعش وخوادم اخرى تحوي اسماء منتسبين في الحجد الشعبي فضلا عن نشر اسماء ضباط كبار في المخابرات مع معلومات تعريفية كارقامهم العسكرية وعناوين بعضهم تسريب مولد اللحظة من ذاك الوقت ما خلينا فد رادع او خلينا فد قوانين تحت هذا الموضوع فالان من انغلق التليقرام ما اعتقد هو رادع لان اول شيء رح يضر وزارة التربية او وزارة التعليم العالي على اعتباره ان نص دراسة الطلاب او اغلب 90% من دراسة الطلاب صارت على التليقرام من خلال قروبات تليقرام وبالنسبة حتى للدراسات العليا على مستوى وزارة التعليم العالي مدونون وصحفيون وبعض السياسيين اشاروا لضرورة مراعاة الحريات وفرز المواقع والقنوات الداعمة للدولة والحكومة عن المواقع الاخرى التي تنشر الفتنة وتحاول زعزعة الامن في البلاد والتعدي على الخصوصيات فالاجهزة الامنية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات عليها ان تكشف الجهات التي سربت البيانات وتحاول اثارة الفوضى لالقاء القبض عليها وغلق مواقعها وقنواتها لا غلق التطبيق بالكامل صباح حكيم الفرات